أن أنت تمشي في حاجة الناس مغموس في الحب وكأنه هو ده أحد أبواب الحب والخدمة والتطوع هو أحد أبواب الحب ألا أدلكم على شيء إن فعلتم وتحاببتم أفشوا السلامة بينكم وإن لحصل؟ ورسول الله يقول أن الخدمة كمان من إفشاء السلام الخدمة كمان من إفشاء الحب بين الناس يا سلام يبقى التحابب يكون كمان بأنك تخدم الناس ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياك بما يهدم العلاقات ومن كف غضبه ستر الله عورته ليه ستر الله عورته؟ لأن الغضب بيكشف العورات الغضب بيطلع أسوأ ما فينا وأسوأ ما فينا عورة ولزيك اللي في الباطن ده عورات لابد إن إحنا نغطيها نغطيها بإيه؟ ما نسمحش للشيطان والنفس إن هي تتسلط علينا فيخرج الغضب ثم قال ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام هذا الحديث عجيب هذا الحديث من أروع حديث رسول الله منظوم التربية ومنظوم التحضر إزاي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الحديث عن علاقة العبد بربه وعلاقة العبد بنفسه وعلاقة العبد بالناس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إجمالا أحب الناس إلى الله وأحب الأعمال إلى الله فيقول إن أحب الناس إلى الله اللي بينفعه الناس وإن أحب الأعمال هو كذلك إن أنت تدخل البشر والفرح والسرور على قلب المسلم وكأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لنا إن الأعمال تتفاوت ففي أعمال أفضل من أعمال وإن اللي حاصل وفي أعمال بيحبها الله أكثر من أعمال أخرى وحضرة النبي قدم من الأعمال دي إدخال السرور على قلب المسلم طبعنا لأيه جايبيني الحديث دا دلوقتي الحديث دا مهم أوا أوا دلوقتي لأن الأحصائيات والأقام بتقول لنا قد إيه العمل دا مهم اللي هو إدخال السرور على المسلم وخاصة لما نلاقي إن وفقا لمنظمة الصحة العالمية إن في مليون شخص تم 280 تصنفهم كمرضى للاكتئاب يا نارا بيض وحوالي متوسط 900 ألف شخص ينتح سنويا بسبب هذا المرض اللي هو الاكتئاب مليون بنا آدم منهم 301 بيعاني وصنف كمريض للتراب القلق يا نارا بيض إيه دا؟ يبقى إذن إحنا في أرقام كبيرة جدا جدا 301 مليون يصنفوا على إنهم مرضى بيضطراب القلق الجزاية يعني والناس تعيش بهذا الأمر دا أمر خطر جدا هقول لكم حاجة إحنا بنختار هذا الحديث في عوامل كتيرة تدخلت عشان نختاره نتكلم في هذا الحديث مرة ثانية ليه؟ لأن في الحقيقة الحال الذي نعيشه حال في احتياج لمنفذ يخرج فيه الناس إلى إلى ساحة أو سعة وهذا لن يكون بالانتظار ولكن هيكون بالأعمال الصالحة من الأبرار إن الأبرار يقرروا إنهم يكونوا رجالة ومن كان عنده فضله نفس نفس في صدره من كان عنده فضل سمود من كان عنده فضل بشر وأمل ووسع فليعود على من لا بشر له ولا وسع له الناس اللي عندهم ضيق في صدرهم محتاجين الناس تمسك في إيديهم إحنا بقتت فردانية عندنا كبيرة واللي إحنا شايفينه من الأرقام دي ده أن السمار المرة للفردانية السمار المرة للفردانية والسمار المرة للإحباط والسمار المرة كمان ليه أو جعل إنسان المعاصر وعشان كده لازم نسمع كلام حضرة النبي بعناية مش كده بس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم سيدنا أنس إن إدخال السرور على المسلمين من منجبات المغفرة يعني أنت عايز توسع على نفسك حاول تكون سبب من أسباب التفاؤل والبشر والسرور على فكرة السرور على فكرة مش لازم يكون بعطية ممكن السرور يكون باحتواء ممكن السرور يكون بسماع ممكن السرور بإنك أنت تحس الإنسان إن لسه الدنيا فيها خير فبيقول سيدنا أنس رضي الله عنه قمت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرفع رأسه ونظر إلي وقال يا أنس أما علمت أنه من منجبات المغفرة ادخال السرور على أخيك المسلم شوف لازم تقول الحديث كده وانت فرحان ليه لأن الرسول اللي نفسه وكأنه بيقول لسيدنا أنس وبيفرحه بيقول لي سيدنا أنس بيقول له إيه يا أنس أما علمت أما علمت أما علمت أنه من منجبات المغفرة ادخال السرور على أخيك المسلم انت مش عارف ده ويبدو كده أن الناس شايفة أن ادخال الفرح على قلوب الناس عمل صغير مش بس شايفين أنه عمل صغير كمان شايفين أنه عمل هامشي ولا أهمية له فهو حاجة لأنه شيء ما لهاش لازم يعني فييجي حضرة النبي يقول لنا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بواجه انطلق ترجمة نانسي قنقر